ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية حيث تناول الاجتماع العديد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية والاشتراطات التخطيطية والبنائية وكذلك تغيير استخدامات بعض الأراضي وخلال الاجتماع تمت المؤفقة على طلبات إعلان عدد من المناطق كمناطق إعادة تخطيط بحيث تخضع لتعديل استخدامات الأراضي وفقا للأسس والمعايير المكررة وتشمل منطقة زرزارة في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر ومنطقة عزبة المطار بالهايكستاب التباع لحي النزهة بمحافظة القاهرة ومنطقة حكر سكاكيني بحي الشرابية والتي تخضع لأعمال التطوير ضمن جهود إحياء عدد من المناطق التاريخية واعتمد المجلس حدود واشتراطات الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمدينة سيوة واعتمد المجلس الأعلى الدليل الاسترشدي لأسس ومعايير التنسيق الحضاري للسيانة والترميم وإعادة التوظيف للمباني التراثية في الوقت نفسه اعتمد المجلس حدود وأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة تم خلال الاجتماع الموافقة على مقترح إعادة إحياء حديقة الأسبقية